احنا ما فرحنا بالسنة الجديدة احنا ما نفرح لان ما عندنا منابس ولا نطلع طلعة مثل الناس وحتى بيت ما عندنا احنا من يصير عندنا بيت يلا نفرح هو ليس لسان حال هذه الطفلة النازحة حسب بل هو لسان حال النازحين في مخيمات النزوح هنا في صلاح الدين فمنذ ثماني سنوات وهم بين سندان حر الصيف ومطرقة برد الشتاء لا امنيات في عام جديد بالنسبة لهم غير امكانية العودة الى الديار السنة الجديدة ما تمر علينا لان احنا قاعدين بهالخرائب السنة الجديدة اذا تمر علينا تمر علينا عندي بيت ومستقرة ومرتاحة ومقال اقدر عايش اطفالي يعني مثل الناس واطلعهم وافرحهم هاي السنة الجديدة قال لي والله ما تمر عليها هسة سنة جديدة لأن أنا بالخيام عيش قوة يعني ما أقدر عايش جهالي يعني والله كتن حتى البرد إلى متى نبقى الناشد حتى ملينا والله ملينا من الخيام حتى الخيام ملت من عندنا ميات العوائل وعلى الرغم من طول المناشدات واجتهاد نقلها وإيصالها إلى المعنين ما زالت معاناتها تتجدد مع استمرارها في كل عام فحل المخيمات من سيئ إلى أسوأ في ظل غياب الرعاية الحكومية والجد في إيجاد سبيل للعودة سنة جديدة لا طبطة ولا جتنا ولا راحت ما ما تفيدنا بشي يعني إلى متى نظن نازحين ما حد يفكر بنا لا حد يسأل علينا يعني شافينا الضيم بهذا الحار هذا يجي الحار ميتين من الحار يجي الشتاء ميتين من البرد تخرع علينا ماء وكل الليل ما نتفع يعني حتى غطى ما عندنا مثل الناس هذا الضيم بهالخيام ومطأ والله فائضة على وحق محمد طرطوبة هفراشنا وشوف شنون حالي صارت وضيم وهضم ومعكم يعيشه خلل تفتون علينا الحكومة هما يظن يعني جهالهم يعني ما يجيبوا لهم مهدوم وما يطلعوهم هما يعني يقدرون عدهم الفلوس ويقدرون يطلعوهم بس احنا عايشين باير خيما صنف من الثانوات ثمانية أعوام والأمنيات ذاتها فمع بداية كل عام جديد تتجدد أمنيات النازحين بساعة العودة إلى ديارهم واستعادة حياتهم المسلوبة من صلاح الدين فراس الحسني قناة التغيير